إن من الأخلاق خلقاً لا يمكن أن يوثق بمعلومة ولا أن تصدق كلمة من غيره إن الأمم تتناقع الأخبار وتتوالى فيها المعارف والخبرات لو لم يكن ثمة هذا الخلق لما وثقنا بمعلومة جاءتنا ممن كان قبلنا لو أخبرك مخبر بخبر هل تقبله إن لم تكن واثقاً بصدقه هذا الخلق هو خلق الصدق إن الصادق أيها الإخوة يصدق ولو لم يأتي على وجه الصدق في بعض الأحيان وهماً وخطأاً منه بينما الكاذب لا يصدق ولو أتى بالصدق وهذا من مزايا الصدق أن المرأة يصدق في كل حال وفي كل حين ولذا قال الأحنف بن قيس لبنيه يا بنية عليكم بالصدق فإنه كفى منقبة بالصدق أن الصادق يقبل قوله في عدوه وأن الكاذب لا يقبل قوله في صديقه وإن أعلم الصدق أيها الإخوة أن يصدق المرأة مع ربه عز وجل وأن يكون صادقاً في إيمانهم هذا الصدق إذا قر في القلب كان دلالة على إيمان العبد فإن الصدق هو سيف الله في أرضه وإن الصدق هو الفارق بين أهل النفاق وأهل الإيمان وهو الفارق والفرق بين أهل الجنان وأهل النيران والذي جاء بالصدق وصدق به الصدق أيها المؤمنون هو صفة أهل الإيمان بل هو وصية الله جل وعلا لأهل الإيمان اتقوا الله وكونوا مع الصادقين إن الصديقين لهم منزلة علية مع النبيين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء هؤلاء هم أهل الصدق أهل الصدق يهدون إلى كل خير إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا الصدق أيها المشاهدون خلق نبيل إن الصادق ينال حلاوة ومهابة وبهاء وإن الكاذب لا مقام له ولا بهاء له ولا حلاوة له عند الناس إن الصدق دلالة الإيمان وإذا كان صلى الله عليه وسلم صادقا فيما ينقله عن ربه وهو الصادق الأمين فقد جاء صلى الله عليه وسلم لقريش جماعهم على الصفة عند أبي قبيس فقال أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا أغارت عليكم من هذا الوادي أكنتم مصدقي قالوا معهدنا عليك كذبا النبي صلى الله عليه وسلم دعوته قامت على الصدق فإن هرقل لما سأل أبا سفيان بما يأمركم أي محمد عليه الصلاة والسلام قال يأمرنا بالصدق والصيلة والعفاف هذا مبدأ عرفته قريش من بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو خلق إسلامي أصيل فهمته قريش من أول دعوة محمد عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام كان صادقا أمينا يسأل رجل أبا جهل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا خال هل كان محمد يكذب؟ قال ما عهدنا عليه كذبا وما كان يكذب في شبيبته أيكذب بعد أن وخطه الشيب؟ لكن يا بني قد كنا وبني هاشم كفرسي رهان إن بني هاشم سقوا وسقينا وأطعموا وأطعمنا وقاموا وقمنا حتى إذا استوت الركب بالركب والسوق بالسوق قالوا منا نبي فمن أين نأتي لهم بنبي إن المرء يحمله على الصدق مخافة الله جل وعلا ويحمله على الصدق حياؤه من الله وحياؤه من الناس ولذا فإن هرقل لما سأل أبا سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم أجابه أبو سفيان بكل صدق إذ جعل هرقل قريشا من ورائه لياشهدوا عليه بما يقول لعلمه بأنفة العرب لذا عن الكذب فقال أبو سفيان رضي الله عنه وكان هذا السؤال قبل إسلامه قال لولا خشتي أن يعهدوا علي كذبا لكذبته إن خير الصدق أن يصدق المرء فيما يخشى ضرره ولذا قال بعض الحكم إني لأصدق في صغار ما يضرني ليصدق في كبار ما ينفحني إن المرء إذا صدق فيما يضره كان هذا دليلا واضحا على تحريه للصدق وإن المرء إذا كان صادقا نال الدرجات العلا فهذا الصديق رضي الله عنه يقال له إن صاحبك يزعم أنه قد أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء وعد من ليلته فقال أبكر رضي الله عنه إن كان قد قاله فقد صدق فكان الصديق رضي الله عنه قال أصدقه بما هو أعظم من ذلك أصدقه بخبر السماء أفلأ أصدقه بما تقولون إن الصدق من درجات الإيمان وإنه سيف الله وإنه صفة أنبياء الله واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا صادق الوعد وكان رسولا نبيا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين أولئك أهل الصدق جعل الله لهم قدم صدق عند ربهم وجعلهم لسان صدق في الآخرين وجعلهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر والنبي صلى الله عليه وسلم يقال له وقل ربي أدخني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق قيل أن مخرج الصدق مكة وأن مدخله الذي دخله ومدخل الصدق هي المدينة وهذا مثال فإنه كما قال علماء ما من داخل إلا ويدخل على صدق أو كذب وما من خارج إلا ويخرج على صدق أو كذب فاختر لنفسك ما من قول إلا وفيه صدق أو كذب وما من فعل إلا وفيه صدق أو كذب وما من دخول إلا وفيه صدق أو كذب وما من مخرج إلا وفيه صدق أو كذب فمن أراد مقعد الصدق وقدم الصدق فليتق الله وليكون مع الصادقين اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين وفقنا لخير الأخلاق وأحسنها يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته